أعلنت وزالة الصحة وبالشاركة مع هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية بدأ تنفيذ المسح الصحي الوطني الثالث في مملكة البحرين الذي يستهدف الأفراد الذي تبلو أعمارهم 18 سنة فما فوق في جميع محافظات مملكة البحرين ويشمل عينة العشوائية مكونة من أكثر من 4000 أسرة وذلك ضمن الجهود المبذولة للتعزيز وتوفير قاعدة متكاملة من البيانات الصحية في المملكة ودعم مشاريع رعاية الصحية والخطط وسياسات التنموية تتضمن أليات المسح التواصل هاتفيا مع الأسر التي يتم اختيارها عشوائيا لأخذ المنفقة مسبقا وقد أكدت كل من وزارة الصحة وهيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية أهمية مشاركة الأسر المجتمعية وتعاونها مع الباحثين الميدانيين لإنجاح المسح ودعم الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز صحات المجتمع البحريني وبناء مستقبل صحي أفضل للجميع حيث يعتبر المسح خطوة أساسية في جمع البيانات التي تعكس الوضع الصحي للسكان في مملكة البحرين بالإضافة إلى دراسة وتحديد الخصائص الصحية للمجتمع البحريني الذي يتيح بناء استراتيجيات مستقبلية فاعلة ترجمة نانسي قنقر